مشاهدين اليوم حضر معنا الجمعية التقافية نعم آن الأوان لترقية الفكر من باتنا حضر معي ممثلة الجمعية صيدة كريمة بن حمزة مرحبا بيك معنا بارك الله فيكم نشكر قناة الوطنية على حسن الاستضافة شكرا لك وأيضا أشكر المشرفين على هذه الإطلالة لباس التقليدي نعم أنا أشوفك اليوم بالملحفة الشوية الله الله ربي بارك فيك نشكر المشرفين أحمد السعيق المصمم المشهور في ولاية باتنا وأيضا ستيليست رمزي بوظياف نشكرهم لهم اللي خيروا للإطلالة هذه بش نظهر بيها اليوم لنمثل الأوراس الأشم نعم تحية ليهم وتحية الناس الأوراس طبعا ربي بارك يلا كريمة بلك الجمهور حاب يعرف النشاطات الجمعية أو تعرفين قبل بالجمعية التقافية آن الأوان جمعية آن الأوان لترقية الفكر هي جمعية ذات طابع ثقافي تنشط في المجال الثقافي بالدرجة الأولى وأيضا تنشط في مجالات أخرى تحت عنوان لجان متنوعة منها نجنة التطوع الخيري ولجنة الشباب والثقافة هذه الجمعية تأسست 22 فبري 2021 بعد التأسيس لهذه الجمعية باضلنا بنشاطات مختلفة خاصة في أزمة كورونا صنعنا الكمامات وبزعناها على مختلف المؤسسات من هالجامعات ودلنا حملات تحسيسية لفائدة الطلاب للوقاية من فيروس كورونا ونشطنا في مجالات عدة يعني نعم بلك علش خيرت المجال الثقافي يعني لتنشط فيه طبعا نحن عندنا ميول للثقافة الجزائرية بصفة عامة وثقافة ولاية الأوراس عندها ثقافة مميزة التنوع الثقافي للجزائر هو عبارة عن ثروة يجب أن نحافظ عليها ونفتخر بها في كل المجالات وفي كل المهرجانات الدولية والوطنية طيب كريمة تعرفين أكثر بنشطات الجمعية التي تقوموا بها طبعا لدينا نشطات مسابقات للشعر والشعراء دلناها في الجامعة حاج الخضر دلنا معارض للكتاب دلنا بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية جمعنا الكثير من المؤلفين اللي ألفوا كتب وسهموا في إثراء الرصيد الثقافي وأيضا نشطنا في المجال البيئة قمنا بحمل التشجير المناطق الصناعية بالأخص ودلنا حملات حسيسية للمواطن من أجل حفاظ ثقافة الحفاظ على المحيط وثقافة الحفاظ على البيئة وما هي الاستراتيجيات الأساسية لمساهمة من أجل خلق محيط نظيف ومتنوع ومزهر للأشجار وبالشكل راقي وجميل هذا كله يعني في وقت صغير يعني من 2021 و2022 ماشي بزاف طبعا كنا ننسقه كل شهر نديره الشهر هذا وشح نخدمه زوج ناشطات ولا ثلاثة نحدده الموعد التاريخ للناشط والبرنامج وشح نساهمه فيه وأيضا أنا قبل ما نكون أسست هذه الجمعية نشط في الجمعيات أخرى جمعية جوسو لحفظ الذاكرة كنت عضوة فيها تحت رئاسة سيد سامي مهنناوي اللي تسبتي الخبرة أكتر طبعا وأيضا نرى نوجده مع جمعية جوسو لحفظ الذاكرة مهرجان طبعا ملتقى وطني هذا الملتقى في 20 أود سيكون لحفاظ ثقافة حفاظ على الذاكرة تحت رئاسة السيد طاهر علي العدنان الذي نشكره من هذا المنبر لمجهوداته نحو حماية التراث وحماية طبعا الذاكرة طيب علاش لترقية الفكر؟ طبعا نحن اخترنا كلمة لترقية الفكر لأنه من خلال ممارساتنا وأعطاء نماذج للشباب نحاوله نرقيه الفكر الشاب بالدرجة الأولى والمواطن بالدرجة الأولى أيضا من خلال ممكن ملتقيات وطنية حملات تحسيسية نعطيه مثلا كين مواطني يهز ورقة ولا وهي يرميها يقول لك لي مش هنديرها في جيبي نرميها أحسن ممكن هذه الورقة زي الورقة تقول لي قمامات تقول لي هذه الفكر خاطئ تساهل المواطن نقول لي فيه طبعا تلوث المحيط لكن كين وعي والمواطن نرقيه الفكر تاوب باللي هذه الممكن ورقة صغيرة تحتها في جيبيك وتخليها تنميها في المكان المناسب لها طبعا هذا فكر راقي تصرف راقي لمواطن راقي طبعا أكيد نعم وشنوية الاستراتيجية بلاك لتعتمد عليها لتغيير الفكر لما شاملها دائما طبعا أول شيء هو عبارة عن برنامج ومشروع كبير يحتاج مننا أن نكون صارمين يحتاج مننا أن نكون متواجدين في ميدان الواقع يجب أن نكون دافع طبعا الفكر تانا خاصة في ظل تكنولوجيا المعلومات والتطور والرقمنة أصبحت وسائل إعلام اتصال كان فيها يستغلها في طريقة إيجابية وكان يستغلها بطريقة سلبية طبعا كان يستغلها بالأجل تحطيم الفكر الإنساني وكان يستغلها من أجل رفع وتنمية الفكر نحاول نشاركه بتنمية ورفع الفكر من خلال دراسة وتحقيق أهداف منشودة منها توعية المواطن بفائدة قراءة كتاب ورقي أحسن من أن نقودوا ساعة في المواقع التواصل لكلام بدون طريقة سهلة يفهموها شباب اليوم لأنه طريقة قديمة طريقة قديمة ما دخلتش الفكر ديالهم ما سهمتش بش تغير أشياء من قبل طبعا احنا الشباب بتاعنا في عصر العصر فلغة الخشب يعني ما تنفعش الآن طبعا ذكاعات الأسلوب تاك ممكن نديري فيديو لفين قصير تعطيه مثلا مخاطر تحميل هاتف مدة ساعة وبطريقة شيقة لإنسان كيشوف الفيديو هذا عبر الفيسبوك لمواقع التواصل الاجتماعي يقول عنده الحق نقلص ممكن أن نقعد في المواقع التواصل عشر ساعات نقعد أن نحاول أقل شيء ربع ساعات بشوي يقلص يقعد الوقت اللي نقعد فيه ندير حاجة مفيدة ممكن أن نحضر مؤتمر ولا ملتقى ندوى علمية ثقافية نتعلم ثقافة كين أخرين يحصلها غير في مجال واحد هو مجال مثلا عبارة عن إبداع فقط والغناء والمسرح لا ثقافة متوسعة مجال واسع كبير ثقافة الصحة ثقافة المعلومات ثقافة الاقتصادية كفه أنك تكون عندك مواطن مثقف تعرف مثلا تشري من المواد الأساسية اللي تفيد صحتك وفي نفس الوقت بكيمية اللي تحتاجها على هل التبذير على هل تشري حاجة أكبر من اللي لإستهلكتك وبعد ترميها في القمامة هذه ثقافة هي عبارة عن كلمة صغيرة لكن مجالها بحر طبعا لا ينتهي نعم أكيد طيب كريمة بلاك المشاريع المستقبلية اللي كنت عملوا عليها في الجمعية طبعا عدنا الحاليين حالينا نوجده في مهرجان هذا المهرجان طبعا حيكون عنده سبغة وطنية حيكون يضم الكثير من الوراشات فنية إبداعية وأيضا تشجيع خاصة بدرجة الأولى الشباب ونشكر سيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي دعم فئة الشباب ودعم أيضا المرأة الجزائرية بنص قوانين طبعا تدفع لها الأمل من أجل تحقيق إنجازات أكثر من اللي راهي تحنم بها من خلال القوانين وتسهيل كثير من الإجراءات وأيضا نشوفه لحد الآن كان بعض الممارسات والصعوبات التي تمر بها الجمعيات الثقافية وهو غياب الوعي لدى المؤسسات والبيروقراطية والمحسوبات هذه التي تجعل جمعيات الثقافية ترجع للورا وممكن تحبس عن نشاط نتاحها من خلال هذه البيروقراطية والمحسوبية التي انتشرت انتشارا واسعا في مؤسسات الدولة الجزائرية والحمد لله لدينا نتكلم على حقوقنا بطريقة لائقة ونوصلوا إنشغلاتنا وإن شاء الله بإذن الله الحمد لله نشكره سيد الرئيس وسمنال وإنشغال وطبعا رحب بنا ورحب إنشغالنا والقناة تهميش وكان في حلول لها طبعا كان في حلول ونشكره على هذا المنبر لأنه كنا نديره مهرجان وطني لكن للأسف مديري الثقافة همش هذا النشاط احنا رفعنا طبعا إنشغالتنا للسلطات العليا لقنا رد ولقنا يعني تفهم وتشجيع أيضا هذا بارك الله وفيكم وزارة الثقافة والسلطات العليا نعم تحية لهم وتحية لكل أعضاء جمعية آنالأوال لترقية الفكر شكرا لك سيدة كريمة على قدومك معنا لنهار اليوم كلمة أخيرة تقولها معنا نعم توجهي للكاميرا أول شيء نتوجه لكل المشاهدين بأن الثقافة هي عبارة عن محور أساسي للمواطن ويجب أن نساهم في بناء هذا المحور الأساسي وهو بتسخير الطاقة الشبابية لبناء مجتمع راقي مفقف يعرف الحقوق وتعه ويعرف الواجبات وتعه ويقدر يدفع بعجلة التنمية نحو الأفق نعم شكرا لك كريمة وبالتوفيق للجمعية آنالأوال لترقية الفكر بارك الله وفيك شكرا شكرا لك مرة تانية أيضا مشاهدين الآن نخليكم مع فقرة الرياضة مع الكوت فؤاد وبن يوسف نحن نشوفوا رياضة الجيلو لنهار اليوم